هذه هي أول محطة فضائية للسياحة في العالم ولن يصلها رواد الفضاء فقط بل الأشخاص العاديين أيضاً كيف ذلك؟ أعلنت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك وشركة فاست الأمريكية عن مشروعهم المشترك لأول محطة فضائية تجارية ومن المتوقع إطلاقها عام 2025 حيث سترسل إلى الفضاء على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي إرسال الوحدة الرئيسية للمحطة هيفين وين إلى مدار أرضي منخفض ثم ستلحقها وحدة أكبر وهي فاست وان ليتم تركيبهما سوية وفي النهاية ستصل مركبة كرو دراجون حاملة أربعة رواد فضاء ليعيشوا في المحطة ثلاثين يوماً ليفتح الباب بعدها أمام الأفراد العاديين للسياحة في الفضاء ومن المتوقع أن تحل محطة فاست التجارية محل محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2031 أخبرنا في التعليقات هل تحلم بتجربة السياحة في الفضاء؟ ترجمة نانسي قنقر